الكثير من المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تم عرضها على القنوات اليمنية خلال شهر رمضان تسير في خطها الثابت المعتاد فيما يقول البعض إنها تراجعت متأثرة بظروف الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات غابت القنوات الحكومية منذ سيطرة ميليشيا الحوثي عليها عن عرض المسلسلات الدرامية خلال شهر رمضان لتحضى القنوات الخاصة بفرصة عرض مسلسلاتها التي يغلب عليها الطابع الكوميدي ستة مسلسلات عرضتها القنوات اليمنية خلال هذا الشهر انتجت في ظل الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بالإضافة إلى البرامج السياسية الساخرة وبرامج إنسانية ومسابقاتية يتوزع إنتاجها على خمس قنوات يمنية تعالج هذه المسلسلات القضايا والمشكلات التي يواجهها اليمنيون ابتداء من العادة والتقاليد وانتهاء بالآثار السلبية التي انتجتها الحرب خلال الأربع السنوات الماضية أما البرامج الساخرة فقد ركز أغلب محتوياتها على الجانب السياسي أكثر من الاجتماعي مع بداية عرض هذه الأعمال انقسم المشاهدون حيالها بين من وصفها بالركيكة التي لا تصل إلى مستوى الانتظار وأنها تشوه من الواقع أكثر من كونها تعمل على معالجته وفريق آخر وضب على متابعتها راضيا بما قدمته رغم الإختلالات الكثيرة فيها حد وصفهم يجادل هذا الفريق بأنه لا يمكن تحميل المؤسسات الفنية كل مشاكل الانتاج الدرامي فالبلد على كل حال لا تتوفر على تجربة ذات أهمية في المجال كما أن ضعف الإمكانيات وانعدام مراكز تكوين الممثلين تلعب دورا رئيسيا في هذا الضعف بالإضافة إلى الواقع الصعب الذي خلفته الحرب وهو ما يلقي بأثر سيء على أي انتاج فني شكرا